عندما تتحدث لنا من الأول خالص التمثيل بدأ من الجامعة بدأت كيف؟ ما الذي دخلتك في الأكتنج؟ مين تتبعك؟ مين الذي دعمك؟ كل السبب من الأول إلى الأخير؟ لا، أنا بدأت التمثيل أيضاً من قبل الجامعة من أولاً في المدرسة كنت أحب أن أقوم بعمل مصرح ومصرحيات في المدرسة وبعد ذلك سفرت روحت أمريكا لقد أقوم بعمل مصرحيات في المدرسة لمدة ثلاث سنين ثلاث سنين سفرت بلاد مختلفة سفرت نيبال ثلاث شهور سفرت كوريا الدنوبية سفرت فيها شهر كنا نسافر نعمل حاجات صغيرة سكتشات صغيرة سفرت كوريا الدنوبية فالتمثيل لم أكن أقوم بعمل مدرسة سفرت كوريا الدنوبية لكن في عرض، ونحن في نيبال أصلاً كان هناك 3500 شخص من أسيا من أسيا لا نتكلم لغتها كلنا نتكلم إنجليزي لم يكن هناك لغتها ونحن أقوم بعمل مدة دقيقة لم يكن هناك تمثيل حتى يعمل على مزيكة حلو والناس بتعايت والناس متأثرة والناس حصل إن في حاجة وصلت وإحنا مش عارفين إزاي ده حصل فبيقولك إنه الضحكة لغة عامة كل الناس تفهمها اليوم ده أنا اكتشفت إنه التمثيل ده is universal language يعني ده أي حد يفهمه في العالم إيه ده شارلي شابلين كان بمثل من غير أي لغة من غير أي حاجة والناس كان بتفهموا وبتحبوا لغاية النهاردة بالزبط عالمي فساعاتها قلت لأ دي حاجة أنا هكمل فيه دي حاجة أنا عايدة أكملها ورجعت فعلا ودخلت مصرح في الجامعة الأمريكية حلو وبدأت بقى طبعا أهلي ما كانوش يعني هم دلوقتي داعمين قوي للموضوع بس هو في الأول لما قلت لهم هدرس طب ما كانوش عايزينك تمثلي إليه علشان القانين علي طبعا الأهل برضو يعني مش عارفين دي حاجة مستقرة ولا مش مستقرة فكان عايزين حاجة جنبها وأنا درست في الجامعة يعني إعلام دبل ميجور إعلام ومصرح بحيث أن يكون فيه حاجة معاها موجودة بالضبط ضي ما يكون فيه شهادة وبعدين أنت بتعملي الهواية بتاعتك بالضبط بالضبط حاجة كده يعني فمن هنا تطمنوا اه إدنا لهم الأمان حلو قوي بس بدايتك برضو كانت قوية يعني أنت أول حاجة تعملتي مع ندين خان على طول يعني واحدة من المخرجين اللي هم ليهم اسم في السحة فبدأتي من الأول إزاي؟ هو يعني ده كان صدفة صدفة ده كان صدفة لأنه أنا كنت بعمل الأوديشنز عادي وإحنا كنا في الجامعة كلا ما حد يعرف إن فيه أوديشن كان بيقول التاني حلو قوي فأنا يعني كنت عملت أوديشن قبل كده وبعد كده ما جاتليش وبعد كده نفس الشخص عمالي أوديشن ده يكلمني على أوديشن اللي مين قال فروحت وقابلت ساعتها الكاستنج داريكتر مودي شاهين هذا لي فضل كبير علي يعني لازم أول اسمه قبل ما أقول كمان نادين كان لازم أقول مودي لأنه هو أول حد عملت معي أوديشن مختلف قوي وقال لنادين في بنت لزيزة هو بيحكي لي ببعد في بنت لزيزة ايش ايش عراها كريلي كده وشكلها اللزيزة على الدور وبرضه كان رزق قوي الأستاذ الندين خان المسلسل ككل يعني كل الناس لوجوه الجديدة بس هي شخصية بتعمل يعني هي كذا عمل حتى بعد وهي بتعمل كده بتؤمن بتشوف ناس ومتحطة طب وبطن الحوت بقى لأنه أنا شفت تغير كبير في شخصات مننا من أول حلقات لحد آخر حلقات أنت بدأتي واحدة وختمتي واحدة تانية خالص تحكي ليه عن من أنا بستمت طبعا من أقرب الحاجات لقلبي هو بطن الحوت ويمكن علشان قعدت سنة ونص أقعدنا كتير أو يفبقنا الحوت ما هو دم الصعب على فكرة أن ننسي تهاضي سنة ونص بنفس الشخصية أو في كورنر معين أو بهيئة معينة إزاي بترجعي كل مرة تمثلك لا هو صعب ما أنا بقولك صعب أورف أشهدك هم هو صعب وكل مرة بتحيث أنك عايز تمسيكيها تاني تاني تجيبني الموضوع تاني وكنا بنعط مثلا أنا في فترة قعدت ثلاث شهور يعني مش حتى بنعط شهر أو نرجع ثلاث شهور ما بتشتغليش من شهر ثلاثة ورجع التاني في شهر سبعة ينهر ده أربعة شهور كمان أو يعني ثلاث شهور ينفي أنا بحب قوي في قصة منا وفي المسلسل ككل بس كمان لو هتكلم عن الشخصية بتاعت منا الارك بتاع الكاركتر بتاعها ودي حاجة أستاذ أحمد فوزي صالح المخرج المؤلف كان مركز فيها قوي من الأول تطور الشخصية نفسها وهو يعني هو طبعا أنا بتشكره طبعا تحية وتقدير طبعا وبرضو هو راهن علي يعني هو زي ما حضرتك هو فعلا تكسب الرهان هو أكلم عليك أم بحقق يعني بردو هو كان شايفني من اي ou c عملت أدوار بس شبهي شوي وهو خراج كبرا المعلوف وبردو كان على فكرة محمد شهين مود شهين بردو هو الكاستند Air Democrat Yahoo بأوديشن قبل ما قاعد الدور ده برضو كان بأوديشن كان فيه كذا حد وتعمل أوديشن بعد كده روحت قاعدت مع المخرج فمن أول قاعدة ومن تاني قاعدة هو قد يمركز في الأرك بتاع وكان في النص على مدار السنة كان بيزود حاجات تفاصيل تضيف في الشخصية دي طب إيه أكتر مشهد صعب أنت فاكراه في بطن الحوض صعب من ناحية إيه؟ من أي حاجة كان صعب عليك حسنتي المجهود الجبار كان فيه مشهدين واحد منهم اللي كنت مع أستاذ باسم صامرة في ضرب النار ده ده كانت ظروفه صعب قوي كنا في الفيوم درجة حرارة 42 من أخير كانت تنزل دم خلاص من ضغط الجو كانت تعبت قوي كان يوم وهو برضو كان وعدنا مشهد ده ثلاث ساعات ده مشهد واحد ثلاث ساعات فده يمكن بدنياً كان متعب شوية نفسياً المشهد اللي أنا كنت بواجه فيه دية وبقوله كان فيه مشهدين بواجه فيه دية مشهد لما بقوله نكسبت أختي تموت وانا يعني وانا قاعدة في الأوضة وبعيط والمشهد لما كنت بواجه في الورشة بتاعة الفخار بقوله انت بقيت زي أبويا بالضبط نوسخة تانية الاثنين دول كانوا مشاعري لأن حسيتك تبتكت حسيتك تبتكت منه قطو صح؟ بتديتي تتقمصي أنا أصلاً بتديت أشوفها أيوة بنا بقولني كمص على كل نقول تقمص وجداني زي ما بيقولوا في الإعلام على فكرة أنت واحدة وهي واحدة تانية خبص بس أنت اللواتي جبتيها يعني أنت في منا في لقطة في لحظة كده صح؟ أيوة